هذا وتمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سيد بلعباس بطريق الوطني رقم 13 ببلدية سيد إبراهيم من حجز 20 قنطار أو 20 قنطار من مادة الفارين محملة في شاحنة مواجهة إلى دائرة راس ألمى ميكروفون صحيح عشور تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيد بلعباس بطريق الوطني رقم 13 ببلدية سيد إبراهيم من حجز 40 كيس من مادة الفارينة وزن 50 كيلوغرام المادة كانت قادمة من مدينة وهران باتجاه رأس الماء من أجل المضاربة